قرر مدير الإذاعة الإسرائيلية شامعون الكابريتز وقف المذيع في الراديو كوبي ميدان عن العمل وذلك عقب تصريحه بأنه يخجل كونه إسرائيليا وكان ميدان كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا أخجل كوني إسرائيليا وذلك عقب مقتل 15 فلسطينيا في المواجهات التي وقعت بين الجيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين على الحدود أتاء الاحتفال بيوم الأرض الجمعة الماضي من شانبه أعرب وزير الحرب الإسرائيلي أفكدار ليبرمن عن صقته قائلا من العار أن يكون لدى راديو الجيش مديع مثل هذا مضيفا إذا ميدان يشعر بالخجل حقا فليترك المحطة ويخرش منها